اشتركوا في القناة وهو قلنا هذا الشكل الرابع من أشكال التنزيل طبعا لن أتكلم اليوم عن تنزيل القرآن على الجوارح وهو الشكل الخامس لماذا؟ لأننا اتفقنا أننا سنتكلم اليوم عن نقطة هامة جدا بقضية تدبر القرآن الكريم وهي سياق الآيات أو سياق الصورة التي كانت تتحدث عن آيات أفلا يتدبهون القرآن هذا فيه حظ لمن لا يتدبر وتوبيخ للذي أعرض عن هذا التدبر تمام؟ فسنأتي الآن ما هو السياق الذي أتت ليتبين لنا من خلال هذا السياق أشياء أيضا ربما لا نلتفت إليها للوهلة الأولى وبالمناسبة درسي اليوم هو درس أيضا تطبيق على التدبر يعني بهذه الطريقة أنت تتدبر إذا أكرمتنا بمصحف يا شيخ بعد أني طبعا سأقرأ الآيات من المصحف يعني لأنه سنقرأ آيات كثيرة حتى ما يصير كمانة خطأ بحرف بكلمة الآيات ذكرت في سورتين في سورة النساء وفي سورة محمد تمام؟ ففي سورة النساء يقول الله عز وجل هي الآية التي تكلمت عن أفلا يتدبرون القرآن بسورة النساء رقمها 82 إنت ذلك تعرف سياق الآية ليس فقط تأخذ الآية الآية هذه ما هي نازلة من السماء هي فقط لحالها في آية قبليها في آية بعديها حتى لما كان سيدنا جبريل يعلم سيدنا محمد القرآن ويعلمه ترتيب القرآن يقول له هاي بتحطها هون هاي بتحطها هون هاي خليها بالسورة هاي هاي بالسورة هاي هكذا كان سيدنا جبريل فإذا ترتيب القرآن ترتيب ماذا؟ مو على كيف الصحابة؟ ترتيب القرآن ترتيب توقيفي من الله لا سيدنا محمد الذي رتب ولا الصحابة الذين رتبوا فسنبدأ القراءة أنا في دراستي للمقطع تقريبا من الآية 60 بلش الكلام مترابط مع بعضوه من الآية 60 للآية 90 30 آية كلها المقطع واحد روح واحدة تمام؟ فشوف من الآية 60 يقول الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الآن الآية تتحدث عن أناس شو مالهم؟ يزعمون أنهم آمنوا طب أنت زعمت أنك تؤمن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به طب أنت مؤمن ما تنفذ الأمر أمر الله الذي أمرك قال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا سد بيه السبد يعطينا حكم وينك مشكلة ما فيه فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم تتكلم الآيات وتستمر في الحديث عن هذه المواصفات أنا لا أريد أن أسردها أيضا سرلا لأن قراتها سيأخذ منها وقتا طويلا يستمر القرآن في الحديث عن مواصفات هؤلاء الأشخاص وأفعالهم وتصرفاتهم حتى يصل إلى قول الله عز وجل في الآية 82 ما زال يتكلم عن من؟ عن المنافقين فيقول في الآية 82 أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وتكمل الآية بعد الآية 82 حتى تصل إلى الآية 81 تتكلم عن المنافقين إذن نحن أمام مقطع من 30 آية تكلم عن المنافقين بالنص شو إجتنا؟ إجتنا الإشارة أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا معنى هذا الكلام أنه هذول المنافقين الذين يظهرون الإيمان طب أنت عم تقرأ القرآن هذا المنافق البعيد يقرأ القرآن الكريم طب ليش ما بتتدبر ليش ما بتتأمل ما رأيت طب أعطيني تناقض واحد بين القرآن وبين الواقع القرآن حق في ذاته مطابق للواقع طب يا أخي ما في تناقض بين القرآن والواقع طب أعطيني تناقض واحد بين القرآن ونفسه يعني اليوم نزلت سورة بعدها نزلت سورة وذكرنا علم البشر يعني متطور فبالتالي البشر ينقضون أنفسهم باستمرار شوف السعني أعطيتك معلومة بارح اليوم راجعتها حتى العلم قال لك سابقاً كان يقول لك 360 ألف كيلومتر الآن صاروا يولاء قالوا لك حتى 99 فاصلة كذا كذلك نقولنا تقريباً 300 ألف كيلومتر وبكرة بيطلع محروم شيء ثاني ما بتعرف العلم يتطور لكن علم الله ثابت فعلم الله لا يناقض نفسه لأن الأمور بالنسبة لله مكشوفة تمام؟ طب ما تأملت بهذا الشيء طب انظروا في فصاحة القرآن أحياناً تجد إنسان فصيح 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 أخي كلامه في الذروة يقولون لكل جواد تطلع لها معا شتالي خطبة من الزابطة شتالي شعر من الزابط ممدك المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس له شعر نقده النقاط قال لك شو هالكلام للمتنبي ها حتى بعضهم من نفى أن يكون هذا للمتنبي قال لك معقول المتنبي يقول هيت شعر وقد ثبت هذا الشعر للمتنبي هناك مشكلة كل إنسان أوقس على هذا الشيء الكثير طب ما نظرت بفصاحة القرآن يعني في الذروة ما في تناقر ما في اختلاف فإذن كان التوجيه ماذا ما قال لهم أفلا يصلون وما قال لهم أفلا يوقنون قال ماذا أفلا يتدب إذن هذا هو بداية الحل هذا هو مكمن الدواء الحقيقي ومكمن الداء الحقيقي يعني أنتوا يا منافق البعيد عنكم هم الخطاب لهم يعني هم المنافقون الذين تواصفون هذه المواصفات شو السبب أن هم كانوا منافقين إنهم ما تدبروا القرآن وهذا شيء ذكره القرطب قال عاب الله على المنافقين أنهم أعرضوا عن تدبر القرآن والتفكر بما فيه فإذن إذن معنى هذا الإعراض عن تدبر القرآن الكريم علامة النفاق الإعراض عن تدبر القرآن الكريم الطريق إلى النفاق وتدبر القرآن الكريم هو ماذا؟ هو علاج النفاق تخيل أنت أصعب مشكلة بالدين النفاق هذا لأن النفاق درجات الآيات تتكلم عن نفاق كفري يعني هم كفار منافقون في نفاق عملي يقع فيه المسلمون مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن آية المنافق ثلاث فقال لك من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذن هو مؤمن فيه خصلة من النفاق لكن لا الآيات تتحدث عن إنسان منافق عن سبق الإصرار والترصد هو كافر يظهر الإيمان فشو حلاجه هذا؟ شو حلته هذا؟ تدبر القرآن الكريم ننتقل بعد سورة النساء يا كرام إلى سورة سيدنا محمد وأيضا سنأتي بالآيات من 16 إلى 32 أيضا الكلام في سورة سيدنا محمد كان يقول سأبدأ فقط بالآية الأولى أنه ومنهم من يستمعوا إليك حتى إذا خرجوا من عندك يستمعوا إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواهم تسير الآيات تتحدث أيضا عن هؤلاء المنافقين وهذا مقطع كامل يتحدث عن المنافقين نصل إلى الآية رقم 24 تقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أكفالها؟ ثم تكمل الآيات إن الذين ارتبوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأم لا لهم حتى تصل إلى الآية 32 يكون قد انتهى المقطع الذي يتحدث عن المنافقين أيضا هذا المقطع ما هو السياق الذي أتت فيه الآية؟ سياق حديث عن من؟ عن منافقين طب أنتوا الآن تأتون تسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لكم نبي صلى الله عليه وسلم واحد اثنين ثلاثة ثم بعد ذلك تخالفون هذا الشيء وتحاولون أن تأتوا إلى أناس يعني يوافقونكم في الفكر لا يخالفونكم ولا يختلفون عنكم بل حتى أحيانا تسألون أناس من أهل العلم قل لك وقالوا الذين أوتوا العلم وما تقتلعون بهذا؟ شو السبب؟ سبحان الله أفلا يتدبرون القرآن أولا قيل لهم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا يعني معنى ذلك ارجع فكر وتأمل لكن هنا قال لهم ماذا المرة الثانية أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يعني شو بصدق أنت وكأن قلوبكم قد أعمي عليها عماية شديدة وكأنها قد أقفلت بأقفال لا تفتح شو السبب؟ السبب أن هؤلاء يقرؤون القرآن لكن القرآن عليهم شو؟ أحسن القرآن عليهم عما لماذا؟ لأنهم ما تدبروا القرآن سيتبين معنا في الدروس القادمة الآن نحن نستعرض أشكال تنزيل القرآن لكن في الدروس القادمة سنوضح بناء على توجهات النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على توجهات العلماء أنه قديش نسبة كل تنزيل وشو هو التنزيل الذي يثمر الإيمان وشو هو التنزيل الذي لا يثمر الإيمان ونحن قرأنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنافق أو الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل شو؟ كمثل الريحانة إذن دل هذا على أن المنافق يقرأ القرآن ولكن المنافق وين مشكلته بالضبط؟ بالقلب لا يتدبر القرآن لا يتأمل في القرآن لا يتفكر في القرآن فبالتالي الخلاصة التي أريد أن نخرج بها في هذا الدرس هي أن ترك تدبر القرآن هو شو؟ طريق إلى النفاق ترك تدبر القرآن علامة على النفاق تدبر القرآن والعيش في ظلال تدبر القرآن هو ما يثمر الإيمان وهو ما يحمي الإنسان من النفاق وهو ما يعطي الإنسان القرب من الله عز وجل في هذا كفاية وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين